أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا المساق المقرر ضمن خطة قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة كنا قد تحدثنا في مستهل حديثنا عن الفصل الخامس المتعلق بسلوك المستهلك تحدثنا عن مفهوم سلوك المستهلك طبعا حديثنا كان في المرحلة أو الحلقة المسجلة الماضية كان عن مفهوم سلوك المستهلك ومراحل قرار الشراء قلنا أن عملية قرار الشراء للمستهلك تمر بخمسة مراحل هي إدراك الحاجة والبحث عن المعلومات وتقيم البدائل وقرار الشراء وتقيم البعض الشراء ثم انتقلنا بعد ذلك والحديث عن أنواع قرار الشراء وبعد ذلك تحدثنا عن المخاطر المرتبطة بقرار الشراء وانتهينا في الحديث بعد ما حدثنا عن الأدوار المختلفة للمستهلك في قرار الشراء اليوم بإذن الله تعالى نكمل سويا هذا الفصل في التسجيل الثاني المتعلق بالفصل الخامس متعلق بسلوك المستهلك وسنتحدث بإذنه تعالى عن العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك لأن كل قرار شراء في مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المعروف إنها بتأثر فيه يمكن أن نصنف هذه العوامل بشكل واضح وجلي للتسهيل والتجميع والفهم في أربع مجموعات هي العوامل النفسية والعوامل الثقافية والعوامل الاجتماعية والعوامل الشخصية نتحدث عن كل من هذه العوامل بإسهاب أنها مهمة جدا العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك العوامل النفسية والعوامل الثقافية ثم العوامل الاجتماعية والعوامل الشخصية هذه العوامل بتأثر في سلوك المستهلك يعرفنا المرة الماضية أن عملية اتخاذ قرار الشراء تمر بخمس مراحل شعور بالحاجة بحسن معلومات تقييم بدائل واتخاذ قرار الشراء وسلوك المبعد الشراء نبدأ ان شاء الله تعالى مع أول هذه العوامل يتأثر فيه سلوك المستهلك وهي العوامل النفسية لأن سلوك المستهلك بتأثر نهاية مجموعة من العوامل النفسية مثل ما هذا إذا تحدثنا عن العوامل النفسية بتأثر في سلوك المستهلك لابد أن نتحدث عن الدوافع والإدراك والتعلم والاتجاهات دعونا نتحدث عن واحدة واحدة فيهم الدافع أول شيء الدوافع إيه الدوافع هو حاجة لأننا نتكلم عن الدوافع فالدافع هو حاجة تحث بشكل كافي لجعل الفرد يسعى لإشباعه هذه الحاجة فيها محراك باستمرار دافع داخل فيها دائما سعي لجعل الفرد يسعى لإشباعه بالتالي يقاد سلوك المستهلك بالدافع لإشباع الحاجة المدركة ويعبر عن الحاجة عادة كنوع من عدم التوازن بين حالة المستهلك الحالية وحالة المستهلك المرغوبة حالة عدم التوازن ما بين حالة المستهلك الحالية وحالة المستهلك المرغوبة هذه نسميها الحاجة إذن الحاجة عادة تعبر عنها بأنها نوع من عدم التوازن ما بين حالة المستهلك الحالية التي فيها وحالته المرغوبة للوصول إليها فبيسعى الشخص اللي بيشعر بالحاجة إذن إلى تصحيح عدم التوازن من إعدام التوازن هنا يسعى المسوق إلى تحريض هذا الشعور اللي عند الفرد من عدم التوازن تحريك الحاجة ومن ثم التأثير على الدافع الإشباع هذه الحاجة من خلال شراء ملتجات معينة عالم النفس المعروف ماسلو طور نظرية هذه النظرية بشكلها الهرمي عرفها إلينا بهرم ماسلو بخمس مستويات من الحاجات الضرورية الفيسيولوجية الأساسية التي تبدأ كالمأكل والملبس والمشرب والمسكن هذه الأشياء الأساسية للبقاء يعلن عن وجبات تقدم أحد المطاعم بهدف إثارة الجوع ثم تتدرج صعودا نحو الحاجة إلى الأمان وبالتالي يركز مصنع أجهزة الإنظار على هذه الحاجة ثم الحاجة إلى انتماء هذا ما تحاول بعض شركات العطور التركيز عليه في الاحترام وتقدير الذات وانتهاء بتحقيق الدل ماسلو أشار إلى الحاجات في هذه المستويات العليا اللي لن تؤثر على السلو قبل أن يتم إشباع الحاجات في المستويات الأدنة وبشكل جزء إذن الحاجات في عندنا خمس مسويات في هرم ماسلو الهرم شكله للهرم لن يتم البحث والتأثير والتأثر بالحاجات العليا قبل أن يتم إشباع ولو بشكل جزء الحاجات الدنيا الأساسية هنا تجدر الإشارة إلى أن ترتيب الحاجات في هرم ماسلو ممكن يختلف من الثقافة إلى أخر هذا الشكل اللي بين إيدينا هرم ماسلو للحاجات الإنسانية يعني مستوى 2، 3، 4، 5 مستويات بالتدرج للحاجات الأساسية الفسيولوجية جوع وعطش ومأوى والجنس بإضافة إلى المستوى الثاني يرتقي فيه الأمن والحماية ثم الانتماء ثم الاحترام وتقدير الذات وتحقيق الذات ما بينتقل من مستوى إلا بعد لمن أعلى إلا بعد إشباع ولا بشكل جزء هذه فيه مجموعة من انتقادات الموجهة لهذا التصنيم لكن هناك تبني بشكل كبير من خلال المسوقين أنه يعبر بشكل غير مباشر على المنافع التي يمكن أن يبحث عنها الناس في المنتجات تبعد لظروفهم المحيطة وهذا التصنيم يذكر المسوقين بأن أولويات الحاجات لدى المستهلكين قد تختلف وفقا لحالات الاستهلاك وفقا لمراحل الحياة أيضا في حديثنا عن العوامل النفسية التي تأثر في سلوك المستهلك تحدث عن الإدراك بعدما تحدثنا عن الدافع المحرك حاجة داخلية نوع من عذب التواجر حاجات الحالية والحاجات المرغوبة هذا كان الدوافع الآن نتكلم عن الإدراك المعنى الذي يعطي الفرد للمثيرات المكتشفة فيه مثيرات مكتشفة فهم الفرد إلطاء معنى لهذه المثيرات المكتشفة من خلال الحواس الخمس بصر والسمع واللمس يذوق الشم فالإدراك هو العملية التي يقوم فيها الفرد يقوم من خلالها باختيار وتنظيم وتفسير المعلومات فهم عملية فهم تمام؟ للمؤثرات والمثيرات فهمك للمثيرات والمؤثرات من خلال الحواس التي يكون فيها تعطيك معنى عن العالم هذا هو الإدراك بالتالي يتأثر سلوك المستهلك بإدراكه للمنتج أو الخدمة وبينتج إدراك الفرد لشيء أو حدث ما من التقاطع بين نوعين للعوامل العوامل يتعلق بالمثير في عوامل شخصية إدراكك سيكون النتاج لماذا؟ لنعمل عوامل عوامل تتعلق بالمثير وعوامل شخصية العوامل تتعلق بالمثير مثل الخصائص الفيزيائية الحجم واللون والوزن والشكل ثم العوامل الشخصية الخصائص الفريدة الشخص المجز عن غيره من خلال عملية حسية والخبرة بالمثير في هذه الحياة نتيجة للفوضى والعدل الكبير من الرسائل الترويجية التي تعرضت للمستهلك وتلاقي طبيعي أن عقله يتجاهل الكثير من هذه الرسائل بالتالي بأن المستهلكين يستجيبون بانتقائية وهنا في انتقائية في الاستجابة للإعلانات والرسائل والوسائل الترويجية لأنه في كم كبير وتلاقي متعامل بانتقائية الرسائل اللي بتجاوز حواجز الإدراك لديهم هذا ما يسمى بالإدراك الانتقاء حتى يتم تجاوز هذا الحاجز يلجأ المسوق إلى زيادة حجم الإعلان المطبوع أو استخدام بعض الألوان أو الروائح أو تطوير تغليف مميز بده شيء يجدب جدام تبقى في حجم الإعلان أو في لونه أو في رائحته أو تحريض من خلال كلمة معينة هذه كلها من أجل أن تغلب على حواجز الإدراك الانتقاء الآن ننتقل إلى العامل آخر من العامل النفسية وهو التعلم اللي بيشير للتغيرات المباشرة أو المتوقعة في سلوك المستهلك اللي بتنتج عن الخبرة وبيحدث التعلم نتجة التفاعل بين المحفزات والمثيرات والدلائل والاستجابات والتدريب هناك أربع متغيرات أساسية للطريقة اللي بتغير فيها أو بتعلم فيها عن المستهلك إذن أن أربع متغيرات أساسية للطريقة اللي بتعلم فيها المستهلك هي الحافز والمنبه والاستجابة والتعزيز خلينا نشوف المحفزات هي أي مثير قوي يقود إلى فعل كأمثلة مثل المحفزات نتذكر الخوف والجشع والغيرة والجوع والعطش والراحة يرغب الفرد مثلا مشراء كاميرا رقمية تجي لمحفز تحقيق الذات ويعبر عينها عنها أيضا بالدوافع المحفزات يمكن أن يكون عنها الدوافع في عندنا المثيرات الحسية أو المنبهات أي غرض أو إشارة في البيئة تحدد طبيعة استجابة المستهف المحفز أين ومتى وكيف بالتالي يمكن للشخص والفرد يمكن المرء مثلا أن يشاهد عدة علامات تجارية لكاميرات معروضة في واجهة محل يسمع عن عرض خاص أو يناقش الخيارات مع صديق يشكل كل ما سبق هذا الدلائل يمكن أنها تأثر في استجابة المستهف الاهتمام بشراء المنتج هنا نعرف أنه العوامل النفسية مهمة ومهمة جدا في التأثير في سلوك المستهف سواء الدوافع أو الدراك أو التعلم أو الاتجاهات التي سنتحدث عنها هناك استجابة في عندنا أي إجراء الذي يتخذ المستهف الاشتباع حافز هناك حافز هناك حاجة بالتالي الاستجابة التعزيز ومكافأة المستهلك على القيام بسلوك ما المستهلك اتخذ قرار شراء معين عند شعور المستهلك بالجوح حافز ورؤية منبع إعلان للمطعم الجوح حافز مثير وفيه منبع مثلا إعلان مطعم يقوم بتناول الطعام في المطعم المذكور بالإعلان هناك استجابة وخيرا يستمع دعب الوجبة ومذاقها لذيذ هذا يعتبر تعزيز في عندنا حافز الجوح حافز مثلا الجوح حافز الإعلان منبه أن تناول الطعام استجابة الاستمتاع بتناول الطعام بيكون تعزيز الاتجاهات العنوان الأخيلي متحدث فيه ضمن العوامل النفسية الاتجاهات بتأثر إدراك المثيرات بالاتجاهات بيعتمد قرار شراء المستهلك في الحقيقة على الاتجاه نحو المنتج أو المتجر وبيشير الاتجاه إلى تقييم ومشاعر ونزاعات الفرد المتناسقة نحو شيء أو فكرة محددة طبعا تتكون التجاهات عبر الزمن من خلال التجارة الشخصية من خلال الاتصالات ضمن الجماعة وتصبح مع الوقت مقاومة للتغيير لذا بيصبح من الصعب على الزبائن قبول أي تغيير في العمولة أو أي تخفيض في ساعات العمل في تقديم الخدمة أو تغيير مكان الخدمة هذه كلها اتجاهات إيجابية ممكن أنها تأثر في تفضيل علامة تجارية لذلك يهتم المسوقون بتحديد التجاهات المستهلكين نحو عروضهم وقد طورت العديد من المقاييس لهذه الغاية في عنا أيضا المعتقدات تلعب دور في تشكيل التجاهات تعرف المعتقدات بين التصور الذاتي لدى المستهلك عن المنتج في عنا تغييرات مثلا محدثت في اتجاهات المستهلكين نحو مكدونالدس بسبب أن الإعلان ركز على قيام مكدونالدس بتقديم وجبة الفطور هذه كلها اتجاهات بعد أن تحدثنا عن العوامل النفسية سواء بالدوافع أو الإدراكة أو التعلم أو الاتجاهات وارفنا الحافز والمنبئ والاستجابة والتعزيز كيف تكون الآن ننتقل إلى العوامل نوع الثاني من العوامل نتكلم فيه وهي العوامل الثقافية العوامل الثقافية العوامل الثقافية مهمة جدا في تشكيل سلوك المستهلك وتأثر فيه يحتاج المسوق إلى فهم الدول اللي بتلعبوا الثقافة بشكل عام والثقافات الفرعية وحتى المستويات للطبقات الاجتماعية في تحديد وتوجيه سلوك المستهلك لأنه الأساسي العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك يتحدث في العوامل الثقافية دول الثقافة الثقافة الفرعية والطبقات الاجتماعية في التأثير في سلوك المستهلك وهذه المناطق اهتمام كبير من المسوق حتى يأثر على السلوك المستهلك أولا الثقافة مرت عليها كثير استمعنا لها في أكثر من مساق نظر لهميتها في الإدارة أنه علم إنساني علم اجتماعي فالثقافة هي المعتقدات هي القيم هي التفضيلات الأذواق التي تورثها وينتقل من جيل إلى جيل ابتلعب الثقافة دور مؤثر في تكوير رغبات وسلوك الأفراد حيث يتأثر السلوك الإنساني بالتعلم تأثر السلوك الإنساني بالتعلم بشكل كبير وما يترارع الأطفال في مجتمع ما بتعلموا القيمة الأساسية لهذا المجتمع بتعلموا الإدراك بتعلموا الرغبات بتعلموا السلوك من العائلة وكذلك من مكونات الأخرى للمجتمع لذلك كل مجموعة أو مجتمع له ثقافته وهذا يختلف تأثير الثقافة على سلوك المستهدف بشكل كبير باختلاف الدول من دولة لأخرى باختلاف الثقافات يختلف تأثير الثقافة على سلوك المستهدف فيمكن أن يؤدي عدم القدرة على التوافق مع هذه الاختلافات الثقافية إلى أخطاء تسويقية تؤثر على فعالية الأداء التسويق لذلك المسوق ورجال التسويق ومنظومة التسويق في المؤسسة يجب أن تكون على دراية وفهم الاختلافات الثقافية حتى لا تقع في أخطاء تسويقية تؤثر على فعالية الأداء التسويق لذلك باللاحظ أنه فيه شركات بخاصة الغربية تقوم بتكييف إعلاناتها ومنتجاتها بما يتواقفق مع الثقافة السائلة في دول الخارج مثلا تعطي إعلانات ومنتجاتها يتوافق مع دول الخارج توافق مع أوروبا، توافق مع أفريقيا وهكذا أحد أسباب نجاح مكدونرس في أوروبا هو سماحي المدراء المحليين بإدارة حملاتهم الإعلانية مكدونرس نفسها أعطت هامش إدارة الحملات الإعلانية من خلال المدراء المحليين يتوافق مع أذواق ونغات المستهلكين يتوافق مع ثقافتهم بدون المساس بشعار العلامة حيث المحل الأساسي الشعار والعلامة التجارية لمكدونرس أن تبقى وما دون ذلك يمكن التكييف مع أذواق وثقافات المستهلكين المحليين فعامل مكدونرس على تطوير منتجات التوافق مع أذواق المستهلكين المحليين بالتالي هنا نقول أن توجب على المسوق مراقبة المواقفة التغيير التي تحدث في الثقافات عبر الزمن مهم جداً في التسويق مراقبة الثقافات أن الثقافات تتغير من جيل إلى جيل عبر الزمن فمثلاً الميلي الثقافة في أيامين نحو الصحة والثقافة يؤدي إلى خلق فرص وأعمال هامة في مجال الألبسة في مجال التجهيزات الرياضية وتطوير منتجات غذائية أقل الغناء بالسعرات الحلانية لأن الثقافة الناس نحو الصحة والجمال وإنشاء خدمات متنوعة في مجال العناية بالصحة والرشاقة هناك أيضاً من ضمن العوامل الثقافية بخلاف الثقافة الثقافات الفرعية لأنه معروف كل ثقافة تحتوي على ثقافات فرعية أصغر منها مجموعة هذه الثقافات هي التي تكون للثقافة الأساسية مجموعة من الأفراد تتمتع بقيم وأنمار سلوكية متمايزة هذه المجموعات ثقافة فرعية قوميات أعمار أديان أعراق أقاليم فهم أن الثقافات الفرعية بساعدنا على تطوير استراتيجيات تسويقية أكثر فعالية لأن العديد من الثقافات الفرعية بتشكل شرائح أو قطاعات سويقية مهمة يمكن التركيز عليها من خلال المسوق من خلال تصميم منتجات وبرامج تسويقية من الواضح أنها تكون في توافق مع احتياجات هذه الثقافة الفرعية وهذه الشريحة المسلمون اللي في الغرب يميلون إلى تناول اللحم الحلال في شريحة صارت ثقافة فرعية هذة موجودة في الغرب يجب إشباع ويجب اهتمام بها يستخدم مستهلكون الشباب مثلاً التكنولوجيا الجديدة بشكل أسرع من الشرائح اللي أكبر في العمر والسن طبعاً بتختلف طبيعة البشرة واحتياجاتها بحسب العرق المهاجرون بيبحثوا عن نكهات ومواد غدائية شبيهة بتلك التي اعتادوا عليها في بلدانهم الأصلية هذه كلها ثقافات فرعية هذه المهم من المسوق يهتم فيها بعد حديثنا عن الثقافة والثقافة الفرعية ضمن العوامل الثقافية المؤثرة في سلوك المستهلك ننتقل في الحديث ضمن العوامل الثقافية أيضاً مؤثرة في سلوك المستهلك عن الطبقات الاجتماعية من الطبقات الاجتماعية بتأثير بشكل أساسي في سلوك المستهلك وما فيه غلاء عن دراستها والتعرف عليها من أجل دراست سلوك المستهلك وكيفية التأثير فيه الطبقة الاجتماعية ممكن نعرفها أنها تقسيمات متجانسة ثابتة نسبياً في أي مجتمع طبقة تقسيم ثابت متجانس في أي مجتمع ثابت نسبياً اللي يمكن فيها تجميع أشخاص اللي يشتركوا في قيم مصالح سلوكيات متشابهة إذن الطبقة تقسيم متجانس ثابت نسبياً في مجتمع تقسيم متجانس مرة أخرى طبقة الاجتماعية هي تقسيم متجانس أو تقسيمات متجانسة ثابتة نسبياً في أي مجتمع فيها مجموعة من الأشخاص يشتركوا في المصالح في القيم في السلوكيات المتشابهة طبعاً الطبقات الاجتماعية تختلف أحجامها النسبي باختلاف مدى غنى وتقدم الدول في الدول المتقدمة تأخذ التقسيمات شكل الألماص حيث يقل حجم الطبقات العليا والدنيا وتصبح الطبقات الوسطى أكبر حجما في الدول المتقدمة الطبقة الوسطى بمنافعها بقيمها بمصالحها بسلوكياتها الخاصة هي الأكبر شكل الألماص أما في الدول النامية الأكثر فقراً فبيأخذ تقسيم شكل الهرم بتمركزهم بشكل ألماس للطبقات وشكل الهرم للطبقات أيضاً في الدول النامية الدول النامية وأنها شكل هرم بتمركز الفقراء في قاعدة هذا الهرم تتشابه الطبقة العليا مع معظم المجتمعات بسلوكياتها الشرائية لكن الطبقات الاجتماعية الأدلة بتميل لارتباطها بشكل أكبر بثقافتها مع ملاحظة أن الشباب في كل الطبقات تميلوا التورد على هذه التقسيمات بدأوا نحو العلامات العالمية وذات النزعة الشبابية بتم تصنيف أيضاً الطبقات الاجتماعية عادةً بناء على المهنة كل طبقة اجتماعية ممكن تصنيفها بناء على المهنة على الدخل مستوى التعليم خصائص الأسرة مكان الإقامة وباللاحظ هنا أن الدخل ليس العامل الوحيد لتقسيم الطبقات الاجتماعية لأنه فيه كثير من الأحيان بيكون دخل بعض الحرفيين والعمال أعلى من دخل أساز الجمعيين لكن سلوكهم الشرائي يبقى مختلف الدخل ليس العامل الوحيد لأنه فيه ناس بيأخذ دخل أكثر لكن إيش يميزهم السلوك الشرائي وهيك حديثنا عن العوامل النفسية والعوامل الثقافية قد تم كأحد أو العوامل اللي بتأثر في سلوك المستهلك الآن ننتقل عن حديثنا عن العوامل الاجتماعية باعتبار أن العوامل الاجتماعية أيضا مؤثرة في سلوك المستهلك لابد من دراستها لابد من اهتمام المسوقين ومنظومة التسويق في المؤسسات فيها من أجل التأثير على سلوك المستهلك فهمها يؤدي إلى كيفية توقع سلوكها التنبؤ فيه ثم كيفية التأثير فيه العوامل الاجتماعية في أحد العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك إلى جانب العوامل النفسية والثقافية والشخصية سلوك المستهلك لا بد أنه يتأثر بمجموعة من العوامل الاجتماعي المستهلك يعيش فيه بيئة هذا البيئة هو بطبعه كائن اجتماعي العوامل الاجتماعية التي يمكن أن تأثير في سلوك المستهلك مثل الجماعات المرجعية قارة الرأي والأسرة أساسا أسرة لاحظة جماعات المرجعية وهم جدا قارة الرأي نبدأ فيهن واحدة واحدة أول شيء جماعات المرجعية التي تأثير على سلوك الأفراد أي جماعة مرجعية ينتمي إلى هذا الفرد هي تؤثر فيه الفرد ينتمي إلى بعض الجماعات المرجعية هذه الجماعات إلها تأثير علي فبنا نفهم الجماعات المرجعية كيف تؤثر عليها فيمكن أنه ينتمي المستهلك حسب عمره واهتمامه العديد من الجماعات الاجتماعية كجماعة الطلاب في صف أو اختصاص معين أو فريق رياضي أو فرقة موسيقية أو فريق طوعي وغيرها هذه الجماعات بتأثر على قرارات المستهلك وسلوكه حيث كل جماعة مرجعية تطور لها مجموعة من القيم والاتجاهات والسلوكيات المناسبة لماذا الجماعات المرجعية تؤثر لأن انتماء الفرد لها سيتأثر بقيمها والاتجاهاتها والسلوكيات كل جماعة مرجعية تطور لها مجموعة من القيم والسلوكيات والاتجاهات للأفرادها بالتالي مرورة مفهم ومعرفة الجماعات المرجعية الجماعة المرجعية التي تتكون من فرد أو مجموعة الأفراد يشعر المستهلك بالتوافق معها في تقديراته وتجاه طلعات سلوكه مثل الزوجة والأسرة والأصدقاء والمشاهير هذه تأثر على المستهلك إذن انتماء الفرد إلى جماعة مرجعية يجعله يتأثر بها كيف تؤثر الجماعات المرجعية على المستهلك يمكنها التأثير من خلال مجموعة من الأمور توفير المعلومات يسعى الفرد للحصول على المعلومات من خلال سؤال متابعة الخبراء العاملين في مجال المنتج والأصدقاء والجيران والمستخدمين من أقربهم منه في الجماعة المرجعية التأثر بأولويات وتفضيلات الجماعة التعبير عن الذات في التالي يشعر المستهلك أن شراء أو استخدام علامة تجارية معينة أو تقليد الأشخاص اللي بيظهروا في الإعلانات سيحسن صوته لدى الآخرين المهم لديه صوته لدى جماعات المنشعية قارة الرأي الأشخاص اللي بمارس تأثير اجتماعي مباشر أو غير مباشر على الآخرين نسميه قارة الرأي اللي بمارسه تأثير سواء مباشر أو غير مباشر على الحياة الآخرين نسميه قارة الرأي أشخاص داخل الجماعة المرجعية يؤثرون اجتماعياً في الآخرين نتيجة تمتعهم بمهارات خاصة أو خبرات لماذا يؤثره؟ لماذا يقولون عنه قطرة؟ لأنه عنده خبرات خاصة معارف شخصية مميزة خصائص أخرى تلاقي عندما يتحدث هؤلاء يسمع لهم يسمع لهم الآخرين وبالتالي المسوق يذهب إلى تحديد قارة الرأي بالنسبة لمنتجاته تحدد من هم قارة الرأي المؤثرين يسمعون لهم بالنسبة لمنتجاته وبالتالي تتم توجيه الجهود التسويقية نحوهم من هنا تسعى بعض الشركات إلى اجتداب أو حتى خلق قارة الرأي يعني ليس فقط تحاول تخلق قيادات للرأي خاصة من منتجاتها حتى يحملوا العلامة التجارية ويكونوا سفراء لها ويقوموا بنشر الكلام الإيجابي حول منتجات الشركة استغلب الشركات إذن قارة الرأي في تنفيذ قطتها الترويجية وقالت الرأي بكون لهم مكانة محترمة وداول فاعل وبارز ومهم حيوي في تنفيذ الخط الترويجية المنتجات في الحملات الإعلانية بما يمثلوه من تقديم تصريحات إيجابية على الإعلامة التجارية من أجل تشجيع المستهلكين بعض الشركات تستعين بالممثلين من أجل الترويج الأسرة بعد قاطة الرأي وجماعات المتجرية تعتبر الأسرة أيضا من العوامل الاجتماعية الهامة التي تلعب دور كبير في تحديد سلوك المستهلك نتيجة العلاقات القريبة والمستمرة بين أفرادها فينتمي بعض الأشخاص عبر حياتهم بالأسرتين على الأقل الأسرة التي بولدوا فيها والأسرة التي بشكلوها لاحقا الإنسان ينتمي الأسرة الغائمة الأسرة التي بولد فيها من أب والأم والأخوة والأخوات ثم الأسرة التي بشكلها في أسبع أب وليه زوجة رضيها أبناء وبنات إذن ينتمي إلى أسرتين غالبا لن يتبع أشخاص المسوق يهتم بفهم أدوار بتأثيرات كل منها الزوج والزوجة والأولاد في عملية شراء المنتجات وخدمات في هذا الإطار وجدنا من خلال دراسات من اهتمامات بدأت تتقارف العديد من النجلات بين الدكور والإنان في الولايات المتحدة بين الدراسات أن النساء يقومنا اليوم بحوالي 50% من مشتريات تلكولوجية يتم إنفاق ما يزيد على 40% من إجمالي نفقات شراء الأغذية من قبل الدكور إذا تعمل تعمل الشركات المصنعة للإلكترونيات أكثر فأكثر من أجل تصميم منتجات أسهل من حيث الاستخدام وأكثر جاذبية للنساء لأنها أصبحت تشارك الرجل في الشراء من ناحية أخرى وجدت إحدى الدراسات للأطفال بأثروا في قرارات الأسرة في كل المجالات تقريبا ابتداء من أماكن قضاء العطل النوع السيارات والهواتف المحمولة التي تشتريها الأسرة لذلك الأطفال كجزء بالأسرة له تأثير كبير على أغلب قرارات الشراء في الأسرة بعد ما تحدثنا حتى الآن ضمن العوامل المؤثرة في السوق المستالك على العوامل الاجتماعية والنفسية والثقافية نختم حديثنا والعامل الأخير اللي بتعلق بالعوامل الشخصية المؤثرة في سلوك المستهل وتأثر قرار الشراء بعديد من العوامل الشخصية العمر المهنة الوضع الاقتصادي نمط الحياة الشخصية ومفهوم الذات لما نبدأ بالعمر ودولة حياة الأسرة بتتغير المنتجات التي بيشتريها الناس عبر فترات حياتهم يعود ذلك إلى ارتباط أذواقهم بتجاه الطعام والملابس والأثاث بأعمارهم تغير عدد الشراء أيضا بحسب دورة حياة الأسرة تعبر عن مراحل بتمر بها الأسرة عبر الزمن هذه الدورة للحياة مثلا تبدأ تكون فيها عزوبية ثم زواج ثم أطفال ثم شرع منزل طلاق لا قدر الله ودخول الأولاد إلى الجامعة ومغادرة الأولاد للمنزل والتقاعد وبالتالي يعمل المسوقون في الكثير من أحيان التعريف الأسواق المستهدفة تبعا لما راحل دورة حياة الأسرة يعرف المسوق أسواقه بناءًا على دورة حياة الأسرة بتطور منتجات وخطة تسويقية تلاسب مع كل مرحلة فمثلا شركة مارك وورنر بتنظم عطلات للتمتب لألعاب المائية مع التعكيز للأطفال بالنسبة للأسر كما تنظم عطلاً وأنشطة موجهة للأزواج الراغبية في الهروب الوضع الاقتصادي أيضاً ضمن الأمور أو العوامل الشخصية بتأثن في سوك المستهلك لأنه الوضع الاقتصادي بأثر على اختيار الشخص المحلات والمنتجات براقب المساوكون فرد تقلب في الدخل الفردي مساوكون يكون ملاحظ وراقب التغيرات والتقلبات في الدخل والمندخرات ومعدلات الفائدة من عادة ما بيلجعوا إلى التصميم أو آل تموضع وعاد تسعير من بجان الفردات الركود أو في الفترات التي يعاني فيها المستهلكские هو راقب تقلبات الدخل ومعدلات الفائدة والإدخال بالتالي في عيد التموضع من خلال إعادة تسعير خاصة في أبقاد الرقوة. المهنة يؤثر أيضاً المهنة على مشتريات الفرد من المنتجات والخدمات الحرفيين وأصحاب المهنة إدوية مشتروا ملابس تتناسب مع طبيعتهم عملهم أما الإداريين شراء ملابس رسمياً استخدم المهنة التي تجزأت السوق واختيار الشريحة الأكثر جاذبية بالنسبة للشركة ممكن تقوم شركات البرمجية في تطوير منتجات مختلفة للمبراءة العلامات التجارية والمحاسدين والمهندسين والمحامد نمط الحياة أيضاً نمط الحياة قد يكون لأشخاص أممات حياة مختلفة حتى لو قدموا من ذات الثقافة فرعية نفس الثقافة فرعية ممكن شخصين يأتي منها لكن إنهم أممات حياة مختلفة إذا كان منهم ذات المهنة ممكن نحدد نمط الحياة من خلال قياس ثلاث أبعاد AI أو الأنشطة والاهتمامات والأراء وبيعطي نمط الحياة فكرة عن طريقة التفاعل الشخص مع العالم ويمكن مفهوم نمط الحياة إذا ما استخدم بدقة أن يساعد المسوق على فهم التغيرات في قيم المستانب كيفية تأثير على السوق أيضاً الشخصية ومفهوم الذات مؤثرة جداً في سلوك الشرائي الشخصية الخصائص النفسية الفريدة التي تقود الاستجابات من الجانسة ودائماً ضمن بيئة الفرق الشخصية أيضاً يمكن أن توصف من خلال صفات أو ملامح شخصية مثل الثقة النفس السيطرة أو الانطوائية وقموية التكيف الإدائية والاستقرار لهذا الشيء مهم جداً بالتالي الشخصية يمكن لها أن تكون مفيدة في تحليل سلوك المستهلك يمكن أن يتعلق بعض المنتجات أو العلامات التجارية لذلك وجد منتج القهوة مثلاً أن كبار مستهلكي القهوة يميلون لأن يكونوا اجتماعيين جداً لذا طورت نسكة فيه إعلانات تركز على اجتماع الأشخاص حول فنجان القهوة استخدم طبعاً العديد من المسوقين مفهوم مرتبط بالشخصية ومفهوم الدات فيها شخصية دخل فيها مفهوم الدات معروف أيضاً بالصورة الذاتية اللي يفترض مفهوم الدات أن ما يمتلكه الفن يعكس شخصيته لذا ولكي نفهم سلوك المستهلك يجب أن يفهم المسوق أول علاقة بين مفهوم الدات لدى المستهلك وبين ما يمتلكه في الختام من خلال الفصل في مجال وعلى مدار محاضر تيم تكلمنا وتنوى لنا فهو سلوك المستهلك ميزنا بين المستهلك الصناعي ومستهلك النهائي تكلمنا عن مراحل اتخاذ القرار الشرائي اللي بتبدأ بإدراك الحاجة والبحث على المعلومات والتقييم البدائر واتخاذ قرار الشرائي واتهام سلوك المبادر بيع وبناء على درجة اهتمام المستهلك بالشرائي ومعرفته بالمنتج ميزنا ثلاث أساليب في اتخاذ قرار الشرائي في أن قرار شرائي وبينا الأدوار المختلفة المستهلك في قرار الشراء وفي النهاية تحدثنا عن أثر كل من العوامل الثقافية والعوامل النفسية والعوامل الاجتماعية والشخصية على سلوك المستهلك اللي هي عوامل مهمة جدا نجب أن يدرسها ويفهمها المسويقون من أجل التعامل والتأثير على سلوك المستهلك تجاه منتجهاته إلى هنا ننتهي تنزيلنا من المحاضرة الثانية تعلقها بالفصل الخامس وصنوك المستهلك على أمل أن نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى في تنزيلات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر